اجتماع استثنائي للحكومة من أجل تعز الاجتماع عقد في غياب رأس السلطة المحلية ومحافظها على المعمر ولم يشير البيان إلى الذين حضروا ممثلين عن هذه السلطة في الاجتماع غياب لا يقلل من أهمية الاجتماع الذي هدف وفقا للبيان الرسمي إلى تعزيز التنسيق والتكامل باتجاه تحقيق الأهداف العاجلة في استكمال تحرير بقية مناطق المحافظة بالتوازي مع تطبيع الأوضاع على جميع المستويات استعدادا لإطلاق عجلة إعادة الإعمار لكن غياب المحافظ المعمري يشير إلى بقاء التحديات نفسها التي لا تزال تقف أمام تشكل سلطة محلية قوية وفاعلة على أرضية من المبادئ الراسخة للجمهورية والوحدة والمشروع الوطني العتيد مليارات ريال وضعتها الحكومة تحت بند الإنجازات المتوقعة والمقرر أن تشمل البدء بإعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع والإسهام في تخفيف معاناة أبناء تعز التي يقاسونها جراء الحرب والحصار مبلغ أقل بكثير من احتياجات تعز لكنه بنظر المراقبين خطوة في الاتجاه الصحيح وترميم متأخر للموقف الرسمي المتصدع تجاه هذه المحافظة تعز مفتاح النصر هكذا وصفها صادقا رئيس الوزراء أحمد عبد بن دغر في الاجتماع الاستثنائي وزاد أن قال إذا أردنا تحقيق نصر فعلينا بتعز فالنصر السياسي والعسكري في تعز سيغير المشهد والموقف الإقليمي والدولي رسالة موجهة للتحالف الذي يمسك بمفاتيح القرار السياسي والعسكري في هذه المحافظة كما في غيرها من المحافظات فهل سيستوعب التحالف رسالة كهذه وهل سيدفع بالمزيد من المواقف الإيجابية تجاه محافظة استبشرت بالتحالف وحصدت الخذلان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر